لعبت مصر دوراً محورياً في تأسيس حركة حيادية عرفت فيما بعد بحركة عدم الانحياز لتضمع دولان اتخذت لنفسها موقفاً بعيداً عن نيران الحروب وأثبتت مشاركات مصر الفعالة في قمم حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها أثبتت تفاعلها المستمر ودورها الريادية من الفكرة إلى التأسيس لعبت مصر دوراً محورياً في تأسيس حركة حيادية عرفت فيما بعد بحركة عدم الانحياز لتضم دولا اتخذت لنفسها موقفا بعيدا عن نيران الحروب والتصعيد ما بين المعسكرين الغربي والشرقي وخلال قيمتها الأولى في العاصمة اليوغسلفية بلغراد في العام 1961 بذلت الدبلوماسية المصرية جهودا كبيرة بالاشتراك مع الدول المؤسسة للحركة لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهداف الحركة ومنذ هذا التاريخ وتبدي مصر اهتماما كبيرا للحركة ولضرورة الحفاظ عليها لما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي مشاركات مصر الفعالة في قمم حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها أثبت تفاعلها المستمر ودورها الريادي ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما أيضا للعمل على المستوى العالمي للدفع بقضايا الدول النامية وبحسب الرؤية المصرية للحركة فترى القاهرة أنها تمثل الإطار الأهم والأوسع نطاقا لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على أجندة الأمم المتحدة ودعم سبل العمل الجماعي متعدد الأطراف في مواجهة السياسات الانفرادية أحادية الجانب التي تعد إحدى التحديات الكبرى التي تواجه دول العالم الثالث غالبيتها أعضاء في الحركة فالموقف المصري إزاء العديد من الصراعات التي تشهدها الساحة الدولية حاليا عكس التمسك مصر بالمبادئ الأساسية للحركة وهو ما ظهر في تناول قضايا الدول النامية خاصة في إفريقيا مرورا بحل النزاعات في مناطق الصراع المختلفة وصولا إلى التعاون في إنشاء المشروعات التنموية في مجالات متعددة